وأبدأ مع ضيوفي في البلاتو من خلال هذا النقاش أبدأ من يميني مع الدكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مساءك سعيد أهلا بك معنا وأيضا نسعد بالترحيل بالأستاذ أحمد ميزاب الخبير الأمني أهلا بك معنا أستاذ الفاضل إذن عبد المجيد تبون رئيسة للجمهورية الجزائرية حسب النتائج الأولية الجزائر تنتخب والكلمة للشعب اليوم الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أمام الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أولا أهنئ سيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذا الإنجاز الوطني الكبير وفي نفس الوقت أهنئ فلا بدأ نقولها أهنئ الجيش الوطني الشعبي الذي رفق العملية وبحزم لأن الجيوش في العالم عموما تريد التمسك بالسلطة ولكن الجيش الجزائري أراد أن يرافق الفعل الدستوري والفعل السياسي وهذه سابقة ربما لم يتم تجريدها في كل دول العالم العربية وإفريقيا بل في معظم دول العالم فانهنى الجيش الوطني الشعبي وانهنى السيد تبون على هذا التزكية الشعبية القوية وفي نفس الوقت نهنئ المرشحين الذين لم يعدوا يسببهم الحظ في النجاح ولكن نجحوا وفازوا ويعتبرون فرسان أنهم أوصلوا الجزائر أوصلوا الجزائر إلى هذه المحطة خروجها من المعزق السياسي الذي كان الجميع ينتظر فيه ولهذا القوة الأمامية يعتبرون قوة أمامية في فعل اللعب هذا الدور ونظن هذا هو المقسب الحقيقي لكل الجزائري والشعب الجزائري هذا على المستوى الداخلي خارجيا صورة الجزائر اليوم يبدو لأن في السياسة عندما تكون حازم الجميع يحترمك عندما تكون خضوعي ومتردد ولا واحد يحترمك وبالتالي الحزم من طرف السلطة الحزم من طرف الشعب الجزائري لأننا نقول الشعب الجزائري نقول كل الشعب الجزائري لماذا؟ استذل بعض يراهن عن نسب نسبة المشاركة حوالي 4% نسبة أخرى 6% أو 49% أو 59% لا تعبر أن هذا الناس كانوا ضد الانتخابات لا أنهم لم يشاركوا عادة هذا هو الرقم المعدل المعمول به عالميا دائما بين 40% و45% وفي أقصى أمورها ما تصوص 50% إذن في الرئاسيات ولهذا نعتبر أن هذه الرسالة هي رسالة الشعب الجزائري للعالم ومن خلال الشعب الجزائري حول العالم يحترم الجزائر والدليل رأينا الآن رؤساء العالم لم تمر إلى دقائق معينة أو ساعات معينة بدأت التهاني نتحدث عن ميسر عن روسيا عن الإمارات للسيد الرئيس تابون من خلال روسيا روسيا التي تعتبر شريك قوي للجزائر في علاقتها للجزائرية الدولية مصر والإمارات وأتوقع حتى الدول الأوروبية كلها سوف يقومون بالتهنئة لأن الرسالة يجب أن لا يسمعوا لطرف ويطرقون طرف الإعلام الغربي كان يوجه من طرف وإقصاء الطرف الأساسي فما كان يحدث في الإعلام الأوروبي أنهم موجهين تجاه أن الانتخابات لن تكون إلى غاية اللحظة إلى غاية اللحظة وأن فإذا به الآن عندك أكثر من عشر ملايين من الشعب الجزائري يصوت وأعتبر أن من حيث عدم التصويت أكثر من 6 أو 7 ملايين لم يصوتوا ليس بحكم أنهم ضد الانتخابات أسباب موضوعية واحد يكون مقيم في وهران وهو في مكتب انتخابات في جهة أخرى واحد يكون عنده أسباب يعني ليست أسباب ضد الانتخابات بمعنى أنا نقدر نعطيك نروح لك حتى الـ 15 مليون لم تكن ضد الانتخابات وأن كلهم راضين على الوضع السياسي ولهذا نقول للإعلام الغربي عليهم أن يسمعوا للرأي والرأي الآخر حتى لا يسقطونها راهينة زي الحاجة أخرى نقول للإعلام الأوروبي والغربي أن الأوروبا والغرب لم تصبح هي وحدها هي الفعل السياسي في الاقتصاد في الإعلام في الدولة هناك دول لها نفس الوزن وتستطيع تقدم نفس المصالح للجزائر خارج المحيط الأوروبي وبالتالي عليهم أن هم يتكيفوا مع الجزائر وليس الجزائر تتكيف معها أنا أقول مثلا دول الأوروبية الآن فيه وضع سيء جدا داخل إفريقيا ضد الأوروبيين يقول لك الشراكة ما يسمع بالشراكة الأوروبية ليس الشراكة هي شراكة هيمنة أوروبية على إفريقيا وبدأوا يتجهون نحو الصين ونحو روسيا إذا استمر الأوروبيين بهذه الوصاية التقليدية الاستعمالية سوف يخسرون إفريقيا ويخسرون العالم العربي ونظن الرهال أنك تخسر دولة كبرى من الجزائر لن تكون في صالح أي طرف ولهذا من هذا المطلب أتصور منها بعد ساعات بعد دقائر سوف يعلنون دعمهم واعترافهم بالانتخابات الجزائرية وأنها شرعية وربما يصل حتى للاعتذار أنهم ساروا فيه اتجاه ربما تغليطي لممكن أدى به هؤلاء العناصر بالتغليط بالإعلام المزيف فأنا شخصيا كنت نتصارع مع القنوات الأجنبية ونقول تعالوا وشوفوا الجهة الأخرى لا تأخذوا في اتجاه آخر الآن بدأوا الغنوات اليوم الأوروبية لما شافوا الواقع وعاشوا الواقع بدأ ثقل الرسالة الجزائرية يصل إلى الأوروبيين واعتقادي علينا نحن كإعلاميين كقنوات خاصة كقنوات علومية كأن نوصل هذه الرسالة سواء من حيث المحلدين أو من حيث الطرح الإعلامي أو من حيث الرسال لأن الإعلام الآن أصبح له رسالة قوية حصانة للجزائر للجزائر ونظن نراحظنا كم من زعج الأوروبيين عندما الإعلام لا يسيرهم ولهذا إحنا يجب أن لا نتركهم نكون سجيني الإعلام الغربي أو الإعلام الأوروبي لازم نكون هجوميين في رسائلنا ليس بالموضوعية وليس بالمزايدات أو العمل غير مهني نعم طيب أكيد أننا سنتحدث عن السياسة الخارجية أيضا عن إعادة الروح لديبلوماسية الجزائرية مع الدول الأخرى وخاصة مع الرئيس الجديد معك دكتور رحب جديد بالأستاذ أحمد مزاب الخبير الأمني إذن نزيل المرادية اليوم عبد المجيد تبون أمام تحدي استرجاع البكانة الحقيقية للجزائر عن المستوى الدولي نتحدث عن الملفات أو تحديات الأمنية التقيلة التي تنتظر الرئيس الجزائرية الجديد عبد المجيد تبون البداية أسمحي لي أولا أن نهنئ الجيش الوطني الشعبي على مرافقته وعلى كذلك التزامه بالموقف التاريخي الذي أبنه وعلى رأسه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركي الجيش الوطني الشعبي لأن هذا الموقف الذي يسجل في التاريخ بل كذلك الذي قدم درسا للعالم كتجربة فريدة من نوعها أن مؤسسة عسكرية بحجم الجيش الوطني الشعبي رافقت إرادة الشعب الجزائري وساهمت كذلك في حماية هذه الإرادة والحلولة دون ما أن يكون في أي انزلقات قد تؤدي بالوضع العام في الجزائر أن يتوجه إلى مآلات أخرى بالإضافة كذلك إلى أننا نهنئ كذلك من فوضه الشعب الجزائري ليكون رئيسا للجمهورية وليقود كذلك هذه المرحلة الحساسة وكذلك العصيبة من تاريخ الجزائر في إطار أولا وضع أسس الدولة الجديدة وفي إطار كذلك تحقيق كذلك التغيير ووضع كذلك القطار في السكة الصحيحة التي يمكن أن يقود الجزائر إلى بر الأمان في الشقة الثانية كذلك حينما نتحدث على حجم الملفات والتحديات المطروحة أمام الرئيس الجمهورية المتخب فنحن نتكلم على أن هذه الملفات ملفات ثقيلة وملفات كذلك تأتي كذلك في توقيت حساس أولا نحن نتحدث على أن الملفات المطروحة سواء كان على الملف الأمني أو حتى على المستوى كذلك كالديبلوماسية هو يأتي في ظل مجموعة من المتغييرات البنيوية التي يعرفها النظام الدولي بالإضافة كذلك إلى أن ننتكلم على واقع إقليمي يعرف الكثير من التحولات وكذلك الكثير من المتغييرات فمن بين هذه الملفات الأمنية أولا الملف المتعلق بالأزمة الليبية وما هو الموقف الذي سوف تتخذه الجزائر أو على أقل الخطوات التي سوف تحذوها الجزائر في المرحلة المقبلة من أجل أولا أن تكون فاعلا في هذا الملف وكذلك أن تستعيد الدبلوماسية النفس الذي يمكن من الجزائر أن تأخذ الموقع الصحيح والطبيعي لها وأعتقد هذا مهم جدا خاصة في هذه المرحلة من ناحية الثانية كذلك من بين كذلك التحديات وهي المتعلقة دائما بأشق الأمنين مسألة متعلقة بمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية النجمة على التطور مسارة الظاهرة الإرهابية حالة اللأمن التي تعرفها منطقة قوس الأزمات في منطقة الساحل والصحراء الملفات المتعلقة كذلك بالواقع العربي وبالبيت العربي أي كذلك مصالح سوف تتخذه الجزائر في هذه الملفات فبالتالي نحن نتحدث اليوم على أننا أمام مجموعة من التحديات التي أعتقد بأنه سوف تكون ورقة طريق واضحة المعالم سوف يضعها الرئيس المنتخب من أجل مناقشة هذه الملفات لكن أنا في اعتقاد اليوم ونحن نتحدث على الخروج من الأزمة التي عرفتها الجزائر تلتاء قرابة عشر أشهر أولى الأولويات قبل الحديث على السياسة الخارجية والحديث كذلك على التحديات الأمنية ووضع ورقة طريق التي يمكن من خلالها الخروج من الأزمة بشكل نهائي وأن يكون هناك كذلك بناء خطاب جامع لكل الجزائريين يمكن أولا من توحيد الصف وكذلك تعزيز اللحمة الداخلية في التصدي لمجموعة من المشاريع التي تحاول بأن تعبث بأركان الدولة الجزائرية ومن بين هذه الأركان أقولها دائما هو وحدة الشعب وكذلك وحدة المؤسسات فبالتالي من المرحلة الأولى هو بناء الخطاب الجامع من المرحلة الثانية كذلك أو الخطوة التي تليها كذلك وضع ورقة طريق التي يمكن من خلالها تفعيل الحوار الذي يجمع كافة الأطراف وكذلك الأطياف السياسية من أجل البحث على المخارج الحقيقية في إطار بلورة وسياغة المشروع الوطني الذي يمكن من خلاله تحديد الأسس والمعالم التي على أسسها يقوم التغيير بالإضافة كذلك إلى أنه من بين كذلك النقاط التي طرحها رئيس الجمهورية المنتخب وهو وضع القطار في السكة الصحيحة وكذلك وصلة محاربة الفساد بل إضافة كذلك إلى مراجعة كذلك الدستور فبالتالي أعتقد بأن هناك مجموعة من الورشات الإصلاحية التي سوف نكون مقبلين عليها هذه الورشات تحتاج كذلك إلى تكاتف الجميع وإلى كذلك تفاعل الجميع من أجل وضع التصور الحقيقي لتشسيد إرادة الشعب الجزائري ومن أجل كذلك بناء النموذج وتجربة جزائرية خالصة أنا في اعتقاد بأن هذه النقاط هي ذات أولوية قسوة بالإضافة إلى أن بقية الولافات الأخرى أعتقد بأن نمتلك المؤسسات ونمتلك كذلك الأجهزة القادرة على صون وحماية أمن الجزائر واستقرار كذلك الجزائر ولكن نحتاج كذلك أن نستعيد مكانة الجزائر لأنه من المهم أن يكون لديك اليوم رئيس الجمهورية المتخب مفوض من قبل الشعب الجزائري يستطيع أولا أن يتحدث باسم الشعب يستطيع كذلك أن يواجه تحديات الخارجية خاصة ما حدث وما زال يحدث في العديد من الدول العربية باستثناء تونس شاهدنا كيف تحول المشهد العربي من مطالب اجتماعية إلى نزاعات داخلية مسلحة المنطقة العربية لن نتحدث عن الجزائري نحن في منعها هذا لسنا بحاجة بأن نقارن أنفسنا بتجارب أخرى لأننا ولله الحمد نحن نصنع تجربة الجزائرية دونما أن تكون لها أوجه شبه مع تجارب أخرى كان هناك حراك شعبي كان هناك كذلك موقف حاسم من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الذي رافق هذه الإرادة والتزم بإيصال هذه الإرادة إلى بر الأمان ونحن اليوم نتحدث على إجراء انتخابات رئاسية الكل شاهد كيف صارت هذه الانتخابات رأينا كذلك تفاعل المواطن الجزائري كان يجزم أن الجزائر ستكون فيما يحدث مع الدول العربية الأخرى لكن الحمد لله أعتقد أن الجزائر لله الحمد هي تستفيد من كثير من الدروس تستفيد من الدروس التي مرت بها سابقا وتستفيد كذلك من الدروس التي تمر بها المنطقة العربية بل أكثر من ذلك أن المواطن الجزائري من مقوماته بأنه مرتبط بوطنه ولا يؤمن بشيء آخر غير الجزائر هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كذلك أن المواطن الجزائري يؤمن بكرامته ويؤمن كذلك بزيادته فبالتالي لا يرضى ولا يتقبل لأن يكون هناك طرف خارجي يملي عليه كيف سوف يصنع أو كيف سوف يعالج أزمته وإنما هو من يقرر كيف يمكن له أن يسير الدفة وإلى أي اتجاه كذلك أعود إليك دكتور إسماعيل دبش لو نتحدث عن الروح الدبلوماسية الجزائرية الآن كيف يمكن إعادة الروح الدبلوماسية الجزائرية خاصة لو نذكر المواقف التاريخية السياسية الخارجية الجزائرية تجاه القضايا العربية وهي المواقف المشرفة للجزائر أولا يجب أن نتفق أن السياسة الجزائرية الخارجية في حد ذاتها لم تتغير منذ 62 معناها كل رؤساء الجزائرية الذين أتوا تتميز بالاستمارية أكثر من التغيير لكن المرحلة القادمة ممكن لابد من مضاعفة استقرالية السياسة الجزائر الخارجية كنا في وقت ما نتحفظ أحيانا عن مواقف لأسباب أمنية وأسباب استراتيجية لا ندخل في مواجهة مباشرة في دول التي حاولت أن تناول على الجزائر أوروبيين والغرب سفة عامة على حساب مصرحة الجزائر ومثلا تدخل العسكري في ليبيا كان مرفوض من طرف الجزائر تدخل العسكري في مواجهة مرفوض كانت الجزائر باستمرارية لكن الآن الجزائر ربما الرئيس الجديد سيعد مجيتبون عنده آليات أقوى من السابق ما هي هذه الآليات أولا عندك روسيا الآن هي ثقل كبير في العلاقات الدولية واللاحظ روسيا هنأت رئيس الجزائر وروسيا لها علاقات قوية مع الجزائر عندك الصين لها كذلك مقاربات أخرى كذلك فيما تتوازم مع العلاقات الجزائرية حتى أن روسيا عربت عن أملها لأن يؤدي انتخاب الرئيس الجديد للبلاد إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية مستقبلا أستاذ أكثر من هذا هذا لا يعني أن الجزائر هنأ أولا الرئيس الجديد عبد المجيد تبون وقال أنه انتصار دستوري تحدث عن الشرعية الدستورية لكن عبد القادر بن جرينا من رئاسة من حركة البناء ما تعليقك دكتور إسماعيل دبش له بغض النظر عن نوايا أو الهدف من طلب عفاءه لكن هذا يعتبر سلوك ديمقراطي التداول التداول لأن قبل سيبن جرينا كان شخص آخر والآن سيبن جرينا وربما يجي واحد أخر هذا يعتبر سلوك ديمقراطي ننظر لهم النظم من الجانب الإيجابي أكثر من الجانب السلبي الجانب لأخر يبدو لأنه شيء اللحظ لأنه نفس طرح لطرح في طرح في البداية طرح سيبن جرينا أنه نهني الجميع لأن الأساس هو هذا هو الأساس أنه هنأ جميع المرشحين وفي مقدمتها الرئيس المرشح الفائد اللي وسي تبون وهنأ البقية تحدث عن الانتصار الدستوري تحدث عن الشرعية الدستورية عن صدق في برنامجه وأنه كان صادق في برنامجه وكان وعد وشكر الشعب الذين وقفوا معه واعتبر نفسه أنه نظن هذه ربما الرسالة اللي أحب يوجهها للحزب التي وأنه أوصل حزب البناء أنه يكون القوة السياسية الأولى هو عبر عليها في الخطاب أنه قوة السياسية الأولى إذن مدام أوصل هذا الدرجة ممكن الآن قال الذي نترك من بعدي ربما يجعله القوة كذلك أقوى مما كانت عليه هذا لا يعني أنه سوف ينسح من العمل السياسي أو غيرها أنه سوف يواصل نظاله العمل والعمله الوطني ولن يتوقف سواء داخل ولم يكن كان وزيرا للسياحة وكان يمارس في سياحة وسياسة وخارج من وزيرا وكان يمارس في سياسة ويبقى نظن في الحركة الحركة الوطنية لأنه مصدره وبرنامجه وبيانه أول نوفمبر بمعنى أي عمل وطني سوف يثمنه ويسير فيها الاتجاه طيب تحدث عن الانتصار الدستوري تحدث عن الشرعية الدستورية أيضا ذكر نقطة مهمة أنه لن يتقدم بطعن للمجلس الدستوري أيضا منذ قليلة ندوة صحفية لابنفليس أيضا الذي قال أنه لن يقدم طعنا للنتائج أنا هذا يبدو لي أن الوضع الحالي أولا بغض النظر ما يقال لاحقا أو ما لا يقال أن الانتخاب اللجنة وهنا لازم نذكر نهنع السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات على الدول اللي قامت به أن الانتخابات سارت في وضعها العادي المبرمج وفي قوانين لأنها ضمنت أن الانتخابات لن تكون فيها انحرافات لن تكون فيها التجاوزات لن يكون فيها تزوير معلن كما تعودنا أن نراه سابقا إذن من هذا الجانب على عكس الانتخابات الرئيسية السابقة طبعا هذا المرأة لا أحد هذا جزء ما من هو الرئيس القادم زي الفارق الفارق كبير مهما تطعن لن تصل إلى الرقم الـ 58% الجانب الثالث يبدون أن كل المرشحين رعوا الأولوية القصوى هي للجزائر وهي للوطن هي للإستقرار وليس أن ندخل في متاهات في الطعون وغيرها اللي ممكن لا تفتش الهدف الأسمى لحب توصليه الجزائر اللي هو أننا نخرج من المأزق سياسي هذا من هذا الجانب نضم التكامل المرشحين حول عدم الطعن هي رسالة قوية كذلك للعالم أننا نتفق وعملنا تنافس حضاري سلوك حضاري تنافس ديمقراطي ولكن لن يلقى إلى الذهاب إلى تأويلات أو تفسيرات قد تمسوا بالعملية الانتخابية في حد ذاتها لأن جميعا الشعب الجيش المرشحين الهدف الأسمى هو أننا نخرج من هذا المأزق وهذا ما أكده الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قبل ساعات فقط من بدأ تصويت يوم أمس قال أنه الانتخابات الرئاسية تعد فرصة تاريخية من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وأيضا تشييد دولة الحق والمؤسسات في الجزائر أكيد أن إحنا أي جزائري ماذا يصبب يتمنى أن نخرج من هذا الوضع لأن الرهان الذي أريد للجزائر أن تصل على به جوزناه اليوم الكثير من كان يتربصوا بالجزائر أن تصل إلى ما صارت إلى ليبيا أو العراق أو دول أخرى هذا الآن يوم لليوم وضع حده هذا هو الانتصار الأكبر بغض النظار عن الفائز في الانتخابات هذا هو الانتصار الأكبر والرسالة الكبرى لكل الذين كانوا يراهنون على أن الجزائر يمكن أن تذهب إلى الانحرافات لأن البعض الذي في السر لما يرى مجموعة معينة في دي دوش موراد أو في أماكن معينة وكأن الانتصار الشعب الجزائري كله يعكس هذه الإرادة بالعكس بالإحصائيات الرسمية بمقراطية أنا أعطيك عملية حسابية عندك 10 ملايين صوتت عندك كان أكثر من 6 ملايين نعتبرها صوتت لماذا؟ لأن كلهم كانوا يريدون التصويت ولكن لأسباب لا تعالق لها بمقاطعة الانتخابات هذا يجب أكدور نتحدث عن احترام الغير واحترام أراء الآخرين الباقي المعبرين ما هو السبب عدم مشاركة في الانتخاب هو التغيير المطلب الأول تحقق تحت مرافقة جيش الوطني الشعبي اللي هو العهدى الخامسة محاربة الفساد والمطالب الأخوة ما هي إذا كان رحيل الحكومة التعبدوي وكانوا يستهدفون نسب صالح هذا في اثنين اليوم عندما انتهت الرئيس الجديد سوف يبني مشهد سياتي جديد معناها المطالب المطالب اللي كان ينصروا عليها دايز يا أستاذ حمان لازم تعرفي بنا فضل كمل يا أستاذ أنا واش نقول لك يا ألميز لازم نعرف أن الحرك الحرك كله اللي صوته اليوم كله كانوا في الحرك مه ما فيش واحد ما كاش في الحرك لا يعني أن الذين صوتوا اليوم والشباب اللي صوتوا اليوم لم يكنوا في الحرك بالعكس القوة الأكبر الكبرى العظمى بالنسبة ربما جاوز 8% هذا من الحرك وبالتالي هذه الرسالة على الباقي الذي لم ينضم إلى زملائهم في الحرك أن ينضم إلى الدولة الجديدة التي يريدها الرئيس الجديد ما هي الدولة الجديدة أنا اعتقادي ليس الحوار الحوار وضعه برنامج تبون في ربع وخمس النقطة وصادقة عليه الشعب أقوى حوار تم هي المصادقة الشعب على البرنامج تبون أقوى حوار تم هو المصادقة على الفعل الانتخابي بدل من الذهاب إلى مرحلة انتقالية إذن هل نحن ناخذ برعي الشعب أو نرجع من رأة الأخرى نتحاور مع الذين رفضوا الدخول في هذا البرنامج أنا اعتقادي طريقة ليدخلوا فيها البقية ليس من أرسل أنهم يأتون بمطالب جديدة تتناقض مع برنامج تبون لأن البرنامج تبون خلاص مصادقة عليه من طالب الشعب ولا يمكن لتبون أن ينحاز على هذا البرنامج فقط الوعود يجب أن تطبق ولكن ما هي مطالب الحوار ما هي أنهم لا يثيقون في التغيير هذا هو مطلب الحوار فيه جزء تقدم إلى الانتخابات وزكة تبون لأنه يشوف أنه ممكن تبون يكون رمز للتغيير والبعض يقول أنه برنامج تبون وكذا لكن في الثنين من التفقين على التغيير في الثنين من التفقين أن الفساد يجب أن يذهب المؤسسة الدولة يجب أن تسترجع مكانتها أن كفعات أكدت أستسمحك دكتور إسمائل بالحديث عن العدلة الدكتور منذ أيام قليلة فقط العدالة الجزائرية أكدت عن دورها وأكدت عن مواصلة محاربة رؤوس الفساد خلال الأيام القادمة وأيضا أكدت على أن قضايا الفساد ستسير بوتيرة أسرع في قضايا التحقيق في قضايا الفساد أنا أعتقادي أهم من بين المحاور الأساسية لأشره للتغيير هي العدالة أثبتت العدالة أنها أولا تتراجع لا يمكن إذا توصت العدالة بها تحاكم ووزاراء ورؤساء وحكومات ووزاراء وناس كانوا نافذين في السلطة لا أعتقد أن هذا سوف يتم التراجع على هذا وفي كل الحملة التي تتبون وفي برنامجه أن يقول أن العدالة سيدة والعدالة مستقلة أنا أعتقادي سوف هو يؤمن بذلك يؤمن بأن العدالة تأخذ مجراها وسوف يدعم هذا الاتجاه بمجرد ما تدعم العدالة تكون عندها استقلالية وانطلقت في هذه العملية الاستقلالية أنا أعتقادي بأن الرئيس الجال الحالي سوف يعمل في أريحية حتى يكون مهمة 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 أخرى أنه كان صريح كان صريح مع الشعب الجزائر الشيء الذي يقدر عليه يقول نديره والشيء الذي يقدر عليه يقول يتعاون مع الجميع مثلاً في موضوع استرجاع الأموال كان واضح أنه له آليات ربما من بين النقاط وحتى تصريح الشهيرة الذي صنع الجدل بمعرفته بأين تتوجد أموال العصابر هو أنظرني هو يقصد يعرف الآليات ما يقصد الأموال يقصد الآليات التي ممكن تسترجع بها الأموال التي تم نهبها وهذه ربما من بين الأشياء له خلت يكون عنده هذا الإقبال في التسكية أواصل الحديث مع ضيفي وأحيل الكلمة لأستاذ أحمد داميزاب الخبير الأمني تفضل شكراً في الحقيقة ربما لما نتحدث على أولويات الرئيس خلال المئات اليوم الأولى أعتقد بأنني نتحدث على مجموعة من النقاط الذات الأولوية ربما الحديث على تعديل الدستور هو سابق لأوانه لأنه ليس موضوع يطرح في مئة يوم الأولى لأنه موضوع يحتاج إلى عمل إذا أردنا حقاً بأن نؤسس لدستور يتفاد الكثير ممكن من الثغرات التي وقعنا فيها السابقة لكن على الأقل أولويات مئة اليوم الأولى هو أولاً تشكيل حكومة هذه أولوية ستكون خلال المئة اليوم الأولى أكيد يجب أن تكون في مئة يوم الأولى بالإضافة كذلك إلى تحديد الورشات الإصلاحية التي سوف يكون فيها العمل من خلال فتح النقاشات وكذلك إشراك كافة الفاعلين في الساحة وحتى كذلك أن نخب في إطار بلورة هذه الإصلاحات والقطاعات التي سوف تمسها هذه الإصلاحات أولاً من حيث التصويق لطبيعة هذه الورشات ولطبيعة كذلك هذه الإصلاحات النقطة الأخرى كذلك والمهمة في مئة يوم الأولى هو كيفية كذلك بناء الثقة وحتى كذلك متابعة ربما أو تطمين الشارع في إطار كذلك يعني استعادة الحراك لهدوئه وكذلك في إطار كذلك الاختواء التي لم تشارك في العملية الانتخابية بالإضافة كذلك إلى أنه في المئة اليوم الأولى كذلك أعتقد به أنها تحديد المعالم التي يمكن على أساسها تسيير الأهداء الانتخابية كيفية ترتيب الأولويات التي على أساسها سوف يتم تنفيذ البرنامج الذي تبناها الرئيس المنتخب بالإضافة كذلك إلى أن نحن نتحدث على أن هذه الانتخابات جرت في ظروف استثنائية على ضوء أزمة تعرفها الجزائر أهلياً أهلياً الرئيس هو يأتي في ظروف استثنائية يأتي على مجموعة من الملفات يأتي على تركة ثقيلة يأتي على مجموعة من الملفات المفتوحة على مستوى العدالة وهو تعهد في حملة الانتخابية على متابعة والاستمرار في عملية محاربة الفسد هذه كلها أوراق وكلها ملفات تحتاج بأنها ترتب في المئة سنقول لك تفصيلاً مهم أن الأربع مترشحين البقين يعني ليس هناك أكدوا أنهم لن يطعنوا في النتائج للمجلس الدستوري هو لتوضيح التعطابنا بالنسبة أن أستاذ طولح كان عضو منه في الأمة سابقاً وأستاذ في القانون العام فالآن هنيئاً للشعب الجزائري وللدولة الجزائرية على انتخاب رئيسها الجديد المسار التنصيلي لرئيس الجمهورية لابد من توضيح المادة تسعة وتمانين من الدستور الجزائري أمنح مدة أسبوع بعد الانتخاب لتنصيب الرئيس المادة ميو وتمانية وربعين من قانون العضو للانتخابات اجعل على أساس أن بعد إعلام النتائج الأولية من الهيئة المستقلة أمنح للمجلس الدستوري إنسانية عسرة أيام لأعلام النتائج النهائية وانسرعة في الجريدة الرسمية الحال وقبيل في الحال اليوم أننا أمام فرح وأمام عرف السلطفية كاملة بحيث أن هاتف الفلسان اللي يتقدموا لهذه الانتخابات عمروا عن رتيحهم وجهدوا في بدل الإنمال الدولة الإزائرية وبالتالي الوقت والإسراع والعزوز يخلينا أن مدة العسرة أستاذ أستاذ بوجم عصويلة أنت تذكر نقاط مهمة جدا لكن الصوت الذي نوعا ما نعتدر منك وسنعود إليك مباشرة أستاذ بوجم عصويلة معك فقط دكتور إسماعيل دبش في رأيك عدم تقديم الطعون للمجلس الدستوري تعتقد أنها ظاهرة صحية أم هي قبول بالأمر الواقع مثل ما وصفها الأستاذ عبد القادر بن جرينا بغض النظر عن تأويلات أن ما دم فيها عدم طعون هو مصادقة أن الانتخابات أجريت في كما كان مصطر لها قانونيا وغيرها من المسائل وبالتالي أنا لا أعتقد أن نذهب في التأويلات ولكن ما يجمع الجميع يبدو لي هذا الشيء الذي يثمنه كثير في كل المرشحين أنهم أرادوا من هذه الانتخابات أن تخرج الجزائي من الأزمة السياسية التي نعيشها هذا هو الأساس يبدو لي أنهم كلهم متفقين حول هذه النقطة التي تعتبر أساس أما مسألة الدستورية رغم أنني ليس متخصص في الدستور لكن ليس الطعون ليس الطعون فقط هناك أشياء كثيرة داخل العمل الانتخابي الذي يصادق عليها الدستور من بينها الطعون وبالتالي لابد أن تمر عن الملجس الدستوري ويقدم قراءة إليها دستوريا من خلال المنافسة المرشحين من خلال كيفية الترشح من خلال الإجراءات التي قامت بها اللجنة الوطنية لأن مهما كان المجلس الدستوري هو الهيئة العليا لدسترة كل القوانين الموجودة والإجراءات التي يقوم بها أي مؤسسة في الدولة واللجنة الوطنية المستقلة هي مؤسسة من المؤسسات المؤسسات الدستورية التي يجب أن تثمن العمل إلى أهل الاختصاص الآن في القانون الدستوري السيد بوجم عسوي العضو مجلس الأمة السابقا وأيضا مختص في القانون نرحب بك من جديد وصل الفكرة سيد الفادل لمواصلة الفكرة وهي أن مسار التنصيد إذا كان المشرع يمنح للمجلس الدستوري عشرة أيام في هذه المدة أن المادة الدستورية تقل خلال أسبوع إذا كان ما كان حتى إشكال والأمور واضحة وأن الفلسان التي تقدمه يقدمون شطعون كانت اليوم خلال ندوتهم الصحفية وفي تصريحاتهم رفضوا يعني التعليق وأيضا يجسد هذه هذا الخطاب فأنا ما أقوله الآن مثلا أن الهدف الأسمى منها أنه لابد من تفعيل مؤسسات الدولة المشكلة التي عانت منه الجزائر لسنوات وعقود هو عدم توظيف وضع مؤسسات الدولة وأن الذات يطغط بمعنى البنك أو الدولة أو المزارة لم تصبح كمؤسسة قانونية تسير وفق البرنامج المسطر إليها بل تسير بإعازات بهواتف بكذا هذا أهم مخرج يستطيع أن يطمعن به هذا في السابق هذا ما يستطيع أن يطمعن به تبون أنه سوف يعمل على التعزيز ووظيفة مؤسسات الدولة واستقلاليتها هذه نقطة مهمة جدا دكتور إسماعي الدبش طيب كنا في الكواليس نتحدث أستاذ أحمد ميزاب قلت لي أن هذه الندوة الصحفية لها أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون بكل تأكيد على أقل هذه الندوة الصحفية سوف تركز على أقل على ثلث نقاط تكون مهمة وجوهرية بانتظار أن الخطاب ربما الذي سوف يدل به يوم التنصيب هو كذلك يكتسي أهمية بلغة لكن على الأقل هذه الندوة التي سوف يؤكد فيها بأنه رئيس لكل جزائريين من صوت له ومن لم يصوت له من ناحية ثانية كذلك أنه سوف يحاول أن يبعث كذلك رسائل تطمين وكذلك تأكيد ثقة وكذلك رسالة كذلك بأنه بداية عهد جديد وهذا مهم جدا وأعتقد بعد ذلك سوف يكون هناك انتظار في كيفية تقديم تفاصيل هذا العهد الجديد مقومات هذا العهد الجديد بالتالي أعتقد بأنه هذا المؤتمر الصحفي له من الأهمية البالغة ما يكتسيه وأعتقد بأن الكل الآن يترقب وينتظر كذلك ما سوف يحمله هذا المؤتمر الصحفي أولا الذي سوف يؤكد فيه احترامه وكذلك تقديره للفرسان الذين كانوا معه في سباق الرئاسيات خلال المرحلة الماضية وكذلك الموقف الوطني الذي تبنوه هؤلاء الفرسان وتحليهم بالروح الوطنية وتغليبهم لمصلحة الجزائر على كل الاعتبارات وهذا كذلك مسألة مهمة بالإضافة كذلك إلى أنه سوف يقدم تصور عام على كيفية سوف تكون المرحلة المقبلة وبالتالي أعتقد بأن هذا المؤتمر الصحفي هو يعتبر حلقة مهمة سواء كان في إبراز أولا النتيجة التي حصل عليها رئيس الجمهورية المنتخب أو من خلال كذلك إبراز كيف سوف تكون طبيعة المرحلة المقبلة في انتظار الخطاب الذي سوف يكون يوم التنصيب ويوم أداء اليمين الدستوري وهو الذي سوف يتضمن مجموعة من المحاور الأساسية جيد طيب أذكر فقط بأول تغريدة للرئيس الجديد عبد المجيد تبون الذي شكر فيها الجزائريين ودعاهم إلى اليقظة والتجند لبناء الجزائر الجديدة وقال في تغريدته بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي وأدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معا الجزائر الجديدة دكتور إسماعيل دبش من خلال تغريدة رئيس الجديد المنتخب تحدث عن التغيير تحدث عن الثقة الغالية التي وضعها فيه الجزائريون أيضا دعا الجزائريين إلى التحليب اليقظة والتجند من أجل جزائر جديدة هي مسؤولية كبيرة الرئيس الجزائري له السلطة التنفيذية في جميع مؤسسات الدولة خلافها مثلا تونس مثلا تونس شبه برلماني لأن الرئيس المزارع هو الذي يتحكم في المؤسسات ورئيس الجمهورية ووظيفة الدفاع وغيرها لكن في الجزائر هو مسؤول على كل المؤسسات وتنفيذ كل هذه المؤسسات بمعنى الآن إذا كان فيه توجه حسب البرنامج الذي قرأته وبتفصيل برنامج سيتابون هو بناء الدولة الجديدة في مختلف المجالات في الاقتصاد في الثقافة في التكنولوجيا في الدفاع في الأمل في الجانب الاجتماعي وغيرها الآن الشعب الجزائري يريد أن يرى آليات التغيير وليس فقط الخطاب الذي يؤكد على التغيير هذا خلاص تمت المصادق عليه أن هناك اطمئنان أن سيتابون عنده ست ملايين صوت قالوا له أنك نصادق على برنامجك ونثق في أنك ستغير الآن كيف نقنع الآخرين أنني أغير هي من خلال الآليات ما هي هذه الآليات أن اعتقاد القوانين موجودة مؤسسات الدولة موجودة لسنا بحاجة إلى قوانين خيالية ما هو ينقصنا في الجزائر أساسا هو تفعيل وظيفة المؤسسات تفعيل القوانين ما حدث سابقا في الجزائر أن المؤسسات كانت في يد الشخص وليس الشخص في يد المؤسسة أتمنى وأنا متأكد سوف يصل إلى ذلك أن يصبح الشخص يخدم المؤسسة وليس المؤسسة تخدم الشخص في الاقتصاد في المالية لو عندنا أن المؤسسة المؤسسة البنكية هي التي يخدمها الشخص وليس الشخص هو الذي يقرر في المؤسسة البنكية لما وصلنا إلى أكثر تثمية مليون مليار درار الآن مطالع فذهبت فسادا إذن اعتقادي لما يكون مدير البنك مدير البنك لا يمكن له أن يعطيك قرط إلا بالشروط القانونية الموجودة التي تؤهنك لا نصل إلى ما وصلنا عليه لو نعتقد أن الجانب الاقتصادي لا يمكن أن يكون علاب خطة واضحة المعالم قائمة على باختصار نحن باختصار بلوط الشعب نديره كما دارت الناس على هارة أنا قاعد نفلس نديره ماليزيا وإجدار سنجابور وإجدار الدول الصين نعمل ما تعمل به هذه الدول نقوم به معناها نعطي آليات تغيير وآليات تغيير جاهزة أن يبدو لأن البرنامج الوطني موجود للرئيس المنتخب رئيس المؤنم وربما أهم أمر أيضا الحديث عن سيرته الذاتية وأيضا المناصب التي تقلدها من خلال مهامه والتي كانت قريبة جدا للمواطن سأذكر مسيرته باختصار إذن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب عبد المجيد تبون الذي هو ابن عامة كما تعلم دكتور دبش التخصص هو اقتصاد ومالية هو تخصص الخاص بعبد المجيد تبون نذكر أنه تقلد منصب أمين عام لكل من ولاية الجلفة ولاية أدرار ولاية باتنة ولاية المسيلة ثم من بعدها أيضا عاد إلى أدرار ولاية تيارت وحتى ولاية تيزي وزو في عام 1991 شغل منصب وزير منتدى بالجماعات المحلية في عهد حكومة غزالي ليغادرها سنة 1992 وبعدها سنة 1999 استدعية لمنصب وزير الاتصال والثقافة وأيضا أذكر أنه المنصب لم يدم سوى ستة أشهر على ما أذكر دكتور دبش ثم استدعية لمنصب وزير منتدى بالجماعات المحلية من أجل تعديل الولاد أيضا سنة 2001 عين كوزير للسكن والعمران وبعد غياب لمدة عشر سنوات كاملة عاد تبون عام 2012 شهر سبتمبر في حكومة سلال الأولى والثانية والثالثة والرابعة كوزير للسكن والعمران وسنة 2017 بعد وفاة الوزير بختي بالعيب شغل منصبي وزير السكن ووزير التجارة بالنيابة وفي الخامس والعشرين ماي 2017 شغل منصب وزيرا أولا طيب من خلال مهامه دكتور دبش وأيضا أنت مع الأستاذ أحمد ميزاب تقلد مناصب كانت قريبة للمواطن سواء أمين عام في مختلف الولايات التي ذكرناها أو أيضا كوالي ولازال يشكل أكبر تحدي للدولة تعتقد أن تقلد هذه المناصب ورسيد مثل هذا لرئيس الجزائري المتخب عبد المجيد تبون سيسهل عليه سياغ الدولة جديدة وفق قوانين تتماشى ومتطلبات الشعب الجزائري اليوم خلي نقولك ربما حاجة جديدة تبون على جميع رئيس السابق ما هي أن الرؤساء في العالم كانوا وزارة خارجية ومرسوا رؤساء في الشلف المهام التح تبون لم يكن وزير خارجية معنى عنده طلاع على الوضع الداخلي بمعنى أنه لو كان وزير خارجية فقط لن تكون له هذه القراءة المحلية والوطنية في عدة قطاعات اللي هو متبكة منها وبالتالي أنا اعتقادي بأن ممارساته كمعنى العام كوالي كوزير كوزير أول خلاته يكون عنده اطلاع على الوضع المحلي والوطني اللي تخليه يعمل انطلاق أخرى جديدة ولهذا لما تلح يقولك بناء الدولة الجديدة معنى ما كانش راضي على أشياء كثيرة عندما كان وزير عندما كان أمين عام لم يكن راضيا لكن لم يكن هو المقرر فيريد بما أنه هو الرئيس الآن يمكن أن يجسد السلبيات التي كانت تعاني منها مؤسسات الدولة واعتقاده هو قادر عن ذلك إضافة ذلك أنه تكوينه شخصي أنه رجل الاقتصاد ورجل مالية ثالثا أن الوضع الحالي الوضع الحالي يجعل من التبون أنه عليه أن يذهب إلى توظيف مؤسسة الدولة والبحث عن اقتصاد بديل النفط والغاز والطاقة لأن هذه تخليه أنه يدفع إلى توظيف الكفاءات يعني مش ممكن أبدا ندخل إلى اقتصاد بديل النفط بدون توظيف الكفاءات هذه الكارثة وره عندنا موجودة أننا نضع ناس غير كفئين غير نزهة فعلى مؤسسات بالملاير الدولارات وفي النهاية وصلنا إلى ما وصلنا إليه وكنا نسمع في خطابات ما كناش نتصوره أننا نصل خيالية لهذا الدرجة وهو الحاجة الأخرى اللي ممكن تبوني يكون عنده إرادة أكثر هو أنه ضحية كذلك هو في ذاته ضحية كان ضحية لممارسات ذاتية خارج وظيفتك وزير أول أو وظيفتك وزير كان ذلك سنة 2017 عندما أنية مهامه نعم تخليه ينطلق من قاعدة صلبة في تجسيد الوجه الجديد الذي يريد أن يراه الجزائل الجانب الأخرى اللي ممكن عنده سيتابون كذلك أنه عنده لأول مرة عنده السند المرافقة القوية للجيش الوطني الشعبي لأن الجزائل تعيش تحديات أمنية وإقليمية كبيرة جدا وتعيش اختلاقات خارجية وهذه اختلاقات لا يمكن أن تكون أن تبوني وأدي هذه وظيفة بدوني الأمن والاستقرار والسلم هناك الجانب الأمني والجيش المؤسسة العسكرية وهناك الجانب كذلك التواصلي مع البقية الأطراف التي ما زالت ربما متطرفة في أراها حول الانضمام أنا لا أعتقد أنه من خلال الحوار سوف يقسب هؤلاء أنا اعتقادي لو كنت نقول نذهب إلى التغيير عندما يرى الشعب الجزائي إلى التغيير سوف ينظم بما فيها الحراك أما نبقى نحاول فقط لا أنا اعتقادي نذهب إلى التغيير وعندما نوضف مؤسسة الدولة عندما نوضح القانون عندما نؤكد أن العدالة هي مستقلة عندما نذهب إلى تغيير البرلمان البرلمان الذي هو نتاج المال الفاسد للكفاءة وعيدة وعيدة نعم ولهذا مع احترارات الكثير من العضار دكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية نشكرك كثيرا على مرافقتنا هذا المساء في البلاتو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك